لطفي بوشنر كيف شبحت خيالكو سنة تسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة تحيير الناس يتحقق بينا في الاستماع كلا عاد تتابعونا على الباش فيسبوك راديو مات يونزي باش برنامج برايم تايم باي راديو مات كلا عاد فلقات اذن امشي وتو تسويت للمساج انفوية هماجية ما يعرف بصفحات النقابات الامنية كما كل عمل فيه الايجابيات والسلبيات باش نحكي اليوم على العمل النقابي الخاص بالامنين بالتحديد على العمل الافتراضي لهم ونحكي لهنا على صفحات التواصل الاجتماعي ممتع النقابات مهم انه اي مواطن في تونس يكون عنده فضاء يعبر فيه ويدفع فيه عن حقوقه ويطالب من خلاله على مستحقاته لكن المتابع لصفحات هذه يلاحظ انه الامور خرجت عن السيطرة الخطاب في الصفحات هذه ولا داعي للعنف ويشوى في صورة الامنة اللي مسحقين اتحسنت شوية بعد جانفيه 2011 الامن هو واحد بنعروس لبلاد هذي اللي بلاش بيها نضيعوا الكل والامور تدخل بعضها صفحات النقابات الامنية ضربها الفيروس متاع البز واللي تتلوج علي جيم وعلي بارتاج ممكن ليزاد مين متاحا ما همش امنين وما عندهم حتى علاقة بالداخلية لكن الصفحة الظاهر منها للناس الاسم والاسم كما تعرفوا هو بطاقة التعريف النقابات الامنية وصلت صوتها وقت ما حبه على قانون يضمنهم حقوقهم المهضومة وقت ما حبه يزيدوا في الشهري ان شاء الله رب يزيدهم لكن اليوم صوتها ولا ما يحترمش حقوق الانسان ويخالف في القوانين وعليه وغلاط ولا يشبه الصوت البربويد والافصائل الصفحات هذه ولات عبارة لصفحات قبائل وعروش تحامي على روحها فقط وانصر اخاك ظالما او مظلوما في هذا الكل الحق انا بهت في صوت وزير الداخلية الجديد الخافت اللي ما سمعناهوش وزير ما شفناهوش موش موجود غائب والما يجري تحت ساقيه وهو يقول العام عم صعب وزير الداخلية جديد ما شفناش تعليمات منه لارجاع القطار على السكة ولو اتصاليا فقط راهو الصبوع كيمرض لبدان كله يتفرعس يمكن فيه اضعيفة يمكن مجرد ادمين يطلعش بوليس برك يجب فرض الانضباط على الجميع الشرطي نقابي كان او غيره يلزم فيه رأسه قبل كل شي يحترم حقوق الانسان والمتهم انسان وعنده حقوق وزير الداخلية مطالب التدارك في هذا الظرف الصعيب والمتأزم مش معقول يقعد يتفرش النقابات الامنية تفرز لنا صفحاتها وتعمل شارت لكل الصفحات تحترم فيه روحها قبل كل شي وتحترم المواطن وتمنع نشر صور وجوه المتهمين خاصة وتنصبش روحها زيدة قضاء يوزع الاحكام على هواها البلاد هذي كان قاعدة قايمة راه بفضل الامن والادارة فرجائن ما تجيبوش الحشوما لرواحكم والمؤسستكم ولبلادكم راكم في بلاد الديمقراطية والصبيانات اللي تعملوا فيها ما عادش تخرج لعليكم ولعلينا شكرا لك بركة لو فيك معاذ الشريف راجعينا معاكم شوية اخر للفقرة اللي تعودتوا بها ديما اللي نختم بها برنامجنا فقرة غنية وحكاية بيمضاء صفيا مفرحات شنوية الغنية اللي اختار يحكي عليها اليوم صفيا الرجال شكرا لكم